عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العطي جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لابروف على هامشي قمة مجموعة بريكس وخلال المباحثات ناقش الوزيراني مختلف أوجه التعاون الثنائي التي تربط البلدين على كافة الأصعداء والمشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حاليا كما تباحث الجانبان نيحة آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدور يندر بنجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسرها كما استعرض عبد العطي الجهود المصرية الحاتثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة حيث توافق الوزيراني على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي موسيقى